مساء الخير على كل حبيبي اللي في قناة يا عالم النوعات واهلا وسهلا بكم اتمنى يا رب كده تنورونا دايما في كل الفيديوهات وتكونوا بتاعجبكم وتنالي عجبكم تعالوا بقى ندخل على طول في موضوع الفيديو عشان ما تقولش عليكم اكيد طبعا كلنا عارفين الخلاف الكبير اوي اللي دار في الفترة الاخيرة دي هد بن محمد رمضان وباسم سامرة تعالوا نشوف بقى ايه اللي حصل بالزبط وايه الكلام اللي تقال وايه سبب المشكلة اصلا باسم سامرة يهاجم محمد رمضان وبيعلق يعني وقال الشيطان سيء ومعرفش ايه الهبل ده قال الفنان باسم سامرة انه مستأمن الاعلاميين والصحفيين لاهتمامهم بالحديث عما بدر بينه وبين الفنان محمد رمضان مؤخرا في احدى المناسبات واضف ايضا سامرة خلال مدخلة هاتفية ببرنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر على تصراحات محمد رمضان قائلا انا مقدرش ارد عليه انا ابن ناس مضيفا ايضا محمد رمضان الشيطان سيء ومعرفش ايه الهبل اللي بيقوله ده ما تصحى يا ابن نفسك انت بتقول نمبر وان انا هوريك ولكن ما يطلعش على التلفزيون يقل مني انا مش عايل صغير ودع باسم سامرة محمد رمضان لفيلم عشر دقايق روائي قصير وببطولة مشتركة لمناظرته في التمثيل وكان محمد رمضان قال ان باسم سامرة لم يكن في وعيه عندما دفعوا في المناسبة مضيفا لو كان في وعيه كنت نقولته بايد الشمال طبعا زي ما احنا شوفنا كده يا حبيبي فعلا محمد رمضان زودها جدا خلال الفترة اللي فاتت ديت وطلع فعلا امبارح تقريبا اول امبارح في برنامج واعلامي وقال الابراشي وقال كلام غريب جدا ده طبعا الخلى باسم سامرة ان هو يرد عليه الرد القاصي ده وقال يعني ان الشيطان سيقوه كده ايه ما عرفش ايه اللي هيحصل في النهاية بين الاتنين دولات لكن طبعا فيها خلاف كبير جدا بينهم حصل اهوت وطبعا انتظرونا بقى الحد من شوف ايه اللي هيحصل في النهاية وشوفكو يا رب على الف خير وسحة وسعادة دايما مع السلامة اشتركوا في القناة